الرحمن الرحيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا حتى يرضى فينصر بحمده عباده الصابرين الشاكرين وصل اللهم على معلم البشرية الجهاد والثبات أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد يتواصل العدوان على شعبنا لليوم السادس عشر بعد المئة بقصف بربري همجي من البحر والبر والجو ونازلنا بفضل الله تعالى عند وعدنا وعهدنا لشعبنا الصابر الجبار أقوياء أشداء أعزاء كرماء ونحن والله يشهد نشعر بمعاناتكم ونقدر حضوركم وثباتكم يا تاج الرؤوس وعماد كل تحدي وإصرار فسلام الله لكم وعليكم وأجركم حتما ليس على بشر إنما على الله ومن وقع أجره على الله فاز في الدنيا والآخرة يا جماهير شعبنا ويا من تبقى من الأحرار في العالم إننا وفي هذه اللحظات العصيبة ومن وسط المعارك والمعاناة والله شاهد نؤكد على ما يلي أولا نعلن عن مواصلة التصدي والكفاح أمام آلة البطش الصهيونية في كافة محاور التقدم بقطاعنا الحبيب فيا شعبنا الأبي الشجاع المقدام إن أبناءكم المقاومين في صرايا القدس قد نفذوا عمليات جهادية مباركة انتقاما لكم ودفعا لعدوكم النازي حيث أعلننا بفضل الله تعالى عن سلسلة عمليات مباركة منها القنص والكماء الهندسية والاستحكامات المدفعية المحكمة في محاور غزة والشمال وخان يونس وبعون الله تعالى استهداف خطوط الإمداد والدعم الليجستي لجيشهم المسخ شرق زباليا والمنطقة الوسطى وأسقطنا بقوة الله عددا كبيرا من طائراتهم المسيرة على امتداد محاور القطاع جانب عشرات بل مئات عمليات القصف المدفعي والصاروخي لمواقع وتحشدات جنودهم وإنما نعلن عنه من عمليات بطولية ليس لرفع المعنويات أو التفاخر إنما يحمل دلالة عسكرية ورسائل وصلت للعدو بمداد من بارود ونار وكسرت معنويات قادته قبل جنده والله خير الناصرين ثانيا إن فكرة النصر الصهيوني على قوى المقاومة في قطاع غزة بدأت تتلاشى شيئا فشيئا ولعل ذلك بدى واضحا جليا في كبنات الحرب الذي لا يرقى أن يكون مجلسا قرويا في أحد البلدات فأبشروا يا أهل غزة إن نصر الله قادم والبشريات من الميدان وما نراه وكفى بذلك برهانا ودليلا ثالثا أيها الأرعن مجرم الحرب نتنياهو إن تهديداتك الفارغة بمواصلة الحرب لم ولن ولا تجدي نفعا وبأي جيش ستواصل حربك يا نتنياهو بالجيش المهزوم المأزوم المصاب بالأمراض النفسية المعدية أم بالجيش الذي لا يجيد مواجهة الرجال في الشجاعية وخان يونس والشيخ رضوان وبيت حانون والوسطى وكل بقاع قطاعنا الحبيب أيها المجرم الدجال كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لن تميت عزمنا ولن تمحوا ذكرنا ولن يسقط عنك عار أفعالك في قطاع غزة ما جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد ونحن بإذن الله أهل الحرب والنصر وأنتم الخاسرون رابعا وأخيرا لازلنا نؤكد للعدو الصهيوني قيادة ومستوطنين ولعوائل الأسرى لدينا إن دوائر التأمين في صراع القدس والمقاومة الفلسطينية أقسمت بالله لو فتش جيش العدو رمال غزة ذرة ذرة بما فيها رمال بحرها أيضا لن يعود أسراكم إلا بقرار من المقاومة شئتم أم أبيتم ختاما نوجه تحيتنا إلى رديف مقاومتنا والسلاح الإخوة في حزب الله الأحرار واليمن الأبي الشجاع المقدام ومقاومة العراق الباسلة وكل من حذى حذوهم والعتب الكبير الكبير على دولنا العربية والإسلامية أنظمة وشعوبا ماذا ستقولون لله يوم العرض الأكبر كنا نصوم ونصلي ونتخاذل عن نصرة فلسطين إن حسبنا الله هو مولانا ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته